من عجيب الامر الى ان القصص مع كبار السن واحترامهم الى انك انت الكسبان دائما انت الكسبان اذا لنت انت الكسبان وان يعني لا تكون ذاك الغالي او الجافي ولكن تقتمع من ثقة انك في تقبيل يده او في تقبيل رأسه او في السلام عليها او في الاخذ بخاطره او حتى في الحديث والانس اليه الان هو كان يمر بالمرحلة اللى انت فيها وكان يرى من هم اكبر منه احق بالحديث معهم فانت لا تبخل على ولكن خذ مفاتيح انا اقول مفاتيح كبير السن لا تسأله عن ماله ولا تسأله لماذا لم يتزوج ولا تسأله عن رصيده ولا تسأله عن خصوصياته لكن اسأله اذا بقيت اسأله اسأله عن كيف حج وكيف تزوج اذا كان متزوج وكيف كانت فرحته وكيف كان الاكل في زمنهم وكيف كان الاكل معلم انه رجع الان بعد ما يكبر الانسان يرجع الى الضعف في الاكل وعدم الشهوة لو لو تجيب له ذبيحة ومحمره عليها من كل الاصناف وتقول لك كل ما اكل مثل ما كان ياكل ايام شبابه ولا يهتم فيها ولو يدعى الى اكل قال والله النوم والراحة علي احسن منه لكن الاخذ بخواطر هؤلاء الكبار السن الى انك لا بد يجي يوم والايام الى انك تكون انت في محله نعم انت بكرة بعده اصبر كم تبي عشر سنين عشر تراها واجد فما اصعب مفارقة العمر من العشر الى فلذلك يقولون هنيئا لمن كان هشا بشا هنيئا لمن كان يدخل السرور على الاخرين وان كان تجد مع الرجل عصى ويسحبها من 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 عدم رفعها يعني معروفة لان في خطاه تعرف لان هذا حتى في رفع العصى يسحبها معه ما يقدر ايه ما يقدر رفعها ولكن من يكتشف هذا يعرف لان هذا حتى في رفع اليد ما عد يرفع يده مو برجله ورجله تخط ثم الواحد يراعي ظروف الاخرين ولا بد